أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المباني المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد وخلال تفقده لأعمال إزالة المباني المخالفة بالعاصمة شدد محافظ القاهرة على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون وأنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من الترخيص حفاظا على ممتلكاتهم